موسيقى موسيقى وأعلنت نقابة المحامين عن العمل لإطلاق وتأجيل لأطلاق الحملة الوطنية للضغط لإجراء انتخابات العامة حيث سيتم بحث إطلاقها في اجتماع مؤوسع يوم أمس بمشاركة الفصائل وممثلي النقابات والمنظمات واتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني معلنة عن استمرار خطواتها الاحتجاجية لكن تم تأجيله يوم أمس ولمعرفة الأسباب ينضم إلينا عبر الخط الهاتف السيد داود درعاوي أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين يسعد صباحك سيد أمين وأهلا بك يسعد صباحك وصباح المستمعي للحاضر تحية لك يعني بداية سيد داود لتخبرنا قليلا عن هذه الحملة وعن أهميتها وأيضا نتحدث عن حملة يعني أن هناك ممارسات وخطوات وفعاليات من أجل الوصول إلى هدف معين يعني هذه الدعوة لإطلاق الحملة هي تحديد مكان الألم الحقيقي في جميل الشرعية الدستورية الفلسطينية وهي المصدر الأساس لحالة التفرد والهيمنة التي تعصف بالحالة الفلسطينية والتي تمخضت عنها رياب المسلس التشريعي والحالة القائمة وبالتالي يعني بدلا ما أن يتم مواجحة الأزمات التي تخلقها السلطة التفردية بشكل فردي يعني رأينا بأن تكون المواجهة جمعية وشاملة يعني ولمرة واحدة لمعالجة جذور المشكلة وعدم استعاطفة تسمع تداعياتها ونتائجها نعم يا سيد داود تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم أمس والذي يناقش أيضا أهمية توحيد جهود إطلاق حملة وطنية للضغط لإجراء الانتخابات العامة يعني لتخبرنا قليلا عن هذا الاجتماع وما سبب التأجيل يعني كنا نطمح من خلال هذا الاجتماع لتوحيد الجهود الوطنية والشعبية بهذا الاتجاه باتجاه يعني إطلاق حملة وطنية على الصعيد الشعبي وأيضا الإطلاق حملة دولية بذات الخصوص للضغط على الاحتلال لعدم إعاقة إجراءها في الكتف المحتلة يعني الأسباب الرئيسية لتأجيل الاجتماع هي ترتبط بجهوزية الشركاء للدخول في هذه الحملة وإطلاقها يعني حصل هناك تباين في وجهات النظر لدى النقابات في مسألة توقيت الإعلان عنها وكذلك في مسألة أن النقابة بادرت لإطلاق الدعوة للاجتماع الموسع دون أن تنافش هذا الموضوع داخل مجلس التنصيب للنقابات والمنظمات الشعبية احتراما لوجهة نظر الشركاء ولتوحيد الجهد يعني استجابت النقابة وقامت بالتأجيل كيف استكمل المشاورات لإنجاح هذا الاجتماع نعم سيد داود نتحدث عن مدى أهمية عقد هذا الاجتماع بالنسبة للنقابة وما بعده أيضا كان من المقرر إليه عقد مؤتمر يعني ما أبرز ما يدور حول هذا المؤتمر والاجتماع يعني بشكل رئيسي في الحالة السلسطينية لابد لجهة ما تؤمن بمبدأ سيادة القانون أن تعلق الجارس لأن استمرار تقويد الحياة الديمقراطية وتحت مبررات عدة لتغذية استمرار الانكساب يعني الواقع في الضفة يعني هو لا يقل سوءا عن ما يحدث في الحالة الديمقراطية في القطاع وبالتالي اليوم المطلوب توحيد الجبهة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع للمواجهة الشاملة مع المحتل يعني كيف يمكن اليوم مواجهة هذا اليمين يعني ليس المتطرر اليمين الإسرائيلي المجرم والذي يعني شرع في مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحدث يعني ليس فقط إلى يعني تقويض أي فكرة لأي حل سياسي قادم وإنما يعني هي خطوات تمس من وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وبالتالي كيف يمكن لأي كان أن يدعي أنه ذاهب في مواجهة مع الاحتلال وساحته الداخلية هشة ومهشمة نعم يعني متى من المقرر أن يتم تحديد موعد آخر لهذا الاجتماع ومتى سيتم إطلاق هذه الحملة والعمل عليها فعلا يعني ننتظر تحديد الاجتماع في مجلس التنسيق بداية يعني خلال الأسبوع القادم ومن ثم سيتم الإعلان الجماعي عن موعد الاجتماع الموسط نعم يعني أيضا من بلد نجاح يعني إطلاق الحملة هي تعتمد على حجم الالتفاف والمشاركة التي ستكون نعم أيضا الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدوى الرسوم المحاكم المحاكم عفوا ومعاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء مصادقة المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضمان وعكضام قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك يعني من صلب عمل المحامين إلى أين وصلتم الآن من أجل حلها؟ حتى هذه اللحظة ما زالت هذه المسألة يعني موضع حراك نقابي ونحن مستمرون بشأنها بتعليق العمل وسنتجه إلى رفع وسيرة التصعيد بدءا من الأسبوع القادم لأن هذه المسألة اليوم أخذت منحة تهديد وجود لنقابة المحامين ولكدراتها المالية للإفاءة للتزامات وبتالي يعني هذه أسف في سياق عقابي سياق تخويض أصلا العمل النقابي جميعه وليس فقط الانفراد في النقابة هنا أو نقابة هنا هل هناك أيضا أي حوار مباشر أو أفق تدل على أن هناك حوار قريب مع الجهات المعنية لحل هذا النزاع؟ يعني ربما في خلف الكواليس تدور مسائل لها علاقة بربما احتواء الدعوة التي أطلقتها من قابة المحامين يعني لمحاولة تحفتي الأزمة جديدة في الشارع الفلسطيني من الممكن أن تكون الأيام القادمة أن تحمل بعض الحلول لكن حتى هذه اللحظة هذا التوجه وهذا السياق غير واضح معالم لأنه يدور داخل مؤسسات الحزب الحاكم ويعني الحالة التي وصلت لها المقابة في التصعيد ولربما أنه يكون هناك محاولات لتخفيص حذة هذه الدعوة يعني ماذا عن الخطوات التصعيدية؟ يعني هل سيتم الاكتفاء فقط بتعليق العمل؟ لا بالتأكيد يعني أعلننا في البيان يعني أنه المجلس النقابة سيرطلت باجتماعات مع الهيئة العامة في المحافظات وسيتزامن ذلك بفعاليات ميدانية في المحافظات يعني بالتأكيد سنبدأ يعني الفعاليات المجموعة من الاعتصامات والربما يعني يكون المبيت في المحاكم ابتداعا من الأسبوع القادم نعم يعني إذن إلى هنا أود شكرك المحامي داود درعوي أمين سر نقابة المحامين شكرا لك اشتركوا في القناة